طريق الحرير القديم لا تزال أمجاده وأرباحه الغابرة تدغذغ الشهية التجارية للصين حاليا ولدول أخرى إذ تسعى الصين لإحيائه بصورة ضخمة تبلغ تكلفتها أكثر من ألف مليار دولار بالتعاون مع أوروبا وتشمل عشرات الدول ويتخللها مشاريع هائلة من الضخامة تشمل مد مئات الطرق والسكك الحديدية وبناء العشرات من المرافق والمطارات والمناطق الصناعية التي تربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا المشروع المسمى الحزام والطريق سيغير الكثير من معالم المشهد الاقتصادي العالمي ويؤثر على العلاقات السياسية والاجتماعية في الكثير من الدول والمجتمعات على أكثر من صعيد من مدينة الشيان الصينية نقطة البداية الشرقية لطريق الحرير القديم دعا الرئيس الفرنسي إيمان ويل ماكرون خلال زيارته المدينة التي تقع شمالي الصين دعا إلى مشاركة أوروبية واسعة في المشروع الصيني الضخم الخاص بطريق الحرير الجديد أو مشروع حزام والطريق كما يروق للصينيين أن يسموه ماكرون أبدى دعمه للمشروع مؤكدا أن الطريقة يجب أن لا يكون في اتجاه واحد دعوة لاقت ارتياحا لدى الحكومة الصينية لانسجامها مع مبادرة الحزام والطريق التي أطلقت عام 2013 بهدف إحياء طريق الحرير القديم الذي كانت تنقل عبره منتجات من الصين إلى أوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط وتقد المبادرة البالغة قيمتها ألف مليار دولار بمد آلاف من السكك الحديدية والطرق البرية تمتد عبر آسيا الوسطى وروسيا بالإضافة إلى طرق بحرية تسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي كما يتضمن المشروع بناء عشرات من المرافئ والمناطق الصناعية في خمس وستين دولة تمثل ستين في المئة من سكان العالم يعادل إنتاجها ثلثة أجمالي ناتج العام العالمي الرئيس الفرنسي ويرافقه وفد يضم أكثر من خمسين رئيسا من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية دع الأوروبيين إلى مشاركة جادة وفاعلة في المشروع وقال إن هذه المبادرة تعد في غاية الأهمية نظرا لدورها الهام في تنظيم العلاقات والمساحة الأوروبية الأسيوية ولأنها تمثل فرصة حقيقية لإقامة مشاريع عملية تعود بالفائدة على الدول الأوروبية والأسيوية والكثير من الدول الأخرى ورغم حماس ماكرون للمشروع لم يتردد في إبداء حرصه أمام المسؤولين الصينيين على رغبة الأوروبيين في أن يعود المشروع بالفائدة على الجميع في إطار شراكة متوازنة تكون قواعد التمويل فيها منسجمة مع المعايير الأوروبية معنا الآن من باريس خبير العلاقات الدولية الدكتور ميشيل أبو نجم دكتور أبو نجم مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذا المشروع الضخم الهائل الذي نتحدث عنه مشروع طريق الحرير بداية من أين يأتي اهتمام الرئيس ماكرون وفرنسا تحديدا بهذا المشروع نعم أولا اهتمام الرئيس الفرنسي يأتي من اعتباره أن العولمة لمفر منها بعكس الرئيس الأمريكي مثلا الذي يميل إلى المفاهيم الإنعزالية فإن ماكرون يعتبر أن الاندماج الأوروبي لا يمكن فصله عن العولمة وبالتالي فإن هذا المشروع المشروع إقامة طريق الحرير الذي يهدف في النهاية إلى إقامة منطقة اقتصادية واحدة تمتد من الصين وحتى بريطانيا هذا هو ترجمة لمفهوم العولمة وبالتالي لا يمكن لرئيس الفرنسي إلا أن يهتم بذلك هذه نقطة أولى ونقطة ثانية أن ماكرون حرص على أن تكون أول زيارة له إلى آسيا إلى الصين هو بذلك يستعيد لنقل تقليدا فرنسيا هنا نذكر مثلا أن الرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال دوغول كان من أول من نسج علاقات ديبلوماسية مع بكين وأن الرئيس جورج بومبيتو الذي خلفه عام 1973 كان أول رئيس غربي يزور بكين وبالتالي فإن اهتمام الفرنسي ومعه أقول الأوروبي بالصين شيء طبيعي خصوصا أن الصين أصبحت اليوم ربما القوى الاقتصادية الأولى في العالم لو حسبنا داخل ناتج الخام فإنها تحتل المرتبة الأولى وبالتالي لا يمكن لبلد كفرنسا هو قوة متوسطة لا يمكن إلا أن يهتم بهذا المشروع خصوصا أن هناك نوع من التشكيك الأوروبي بذلك نحن صمعنا مسؤولين أوروبيين مثلا المفوض بشؤون التجارة الخارجية يقول أنه يتعين على الصين مثلا أن تفتح مشاريعها أمام الشركات الغربية الأجنبية أن تكون الاتجارة في الاتجاهين وليس الاتجاه الواحد إذن يحاول ماكرو أن يشجع الأوروبيين على السير بهذا المشروع هذه نقطة لافتة دكتور أبو ناجم مسألة أن يكون الطريق باتجاهين وليس باتجاه واحد تثير الكثير من المخاوف كما أشارت ليس فقط في فرنسا وإنما في سائر أنحاء ربما أوروبا والدول التي قد يمر بها هذا الطريق اليوم العجز التجاري بين فرنسا والصين حوالي 30 مليار يورو لصالح الصين وبالتالي ما الذي يضمن أن يكون هذا الطريق بالفعل باتجاهين وألا تصبح المسألة تدفق فائد الصناعة الصينية باتجاه واحد باتجاه هذه الدول صحيح هذا سؤال مركزي وهذا ما الذي يشق البال الأوروبيين وغير الأوروبيين الواقع أن هناك كثير من التحفظات الصين تقدم نفسها اليوم على أنها بلد ليبرالي حرية التجارة بلد يدعو إلى العالمة ولكن عندما تكون هناك مثلا مشاريع مطروحة في الصين تجد الشركات الغربية والأخرى صعوبات بالغة في أن تنافس في هذه الصوق هذه نقطة أولى نقطة ثانية هناك نوع من الحمائية في الصين النقطة الثالثة أن الصين تمارس نوع من الإغراق المالي بمعنى أن خفض قيمة العملة الصينية يجعل بضائعها أقل كلفة وبالتالي هي الأكثر رواجا ونحن نرى ذلك في فرنسا في أوروبا في بلدان الخليج ويرذلك حيث هناك غزو حقيقي للمتجات الصينية هذه النقاط الثلاث هي التي يسعى الأوروبيون لتفاوض بشأنها مع الطرف الصيني وبالطبع إذا كانت هذه الطرق ستوفر للصين مجالا أوسع لكي تغرق الأسواق الغربية أسواق الشرق الأوسط أسواق أسيا الوسطى الأسواق الروسية بالبضائع الصينية من غير أن يكون هناك مقابل بمعنى انفتاح السوق الصينية أمام البضاعة الأخرى فإن هذا بالطبع سيكون نوع من الغش على المستوى العالمي هذه المتثالفة يبقى أن هناك أمرا أساسيا هو أن الاقتصاد الصيني لو كورنا باقتصادات الدول التي ستمر بها طرق الحرير لنرى هو الأقوى والطبع الاقتصاد الصيني هو الذي سيكون الأكثر استفادة من هذا التجديد لأن ما يحصل إقامة طرق الحرير هذا يذكرنا فيما حصل في القرن الخامس عشر عندما تكشفت الطرق التجارية البحرية وتم الاستغناء على المتوسط تم الاستغناء عن طرق الحرير الكلاسيكية التي كانت تمر بدول آسيا الوسطى بشبه الجزيرة العربية بغير ذلك لصالح قوى جديدة مثل بورتغال وهولندا وبريطانيا وغيرها يعني اليوم هذا هو السؤال هذا هو التخوف الحقيقي وأعتقد أن مصلحة الدول العربية مصلحة الدول الخليجية تحديدا نحن نعلم مثلا أن الخط البحري الذي سينطلق من الموانئ الصينية إلى أوروبا سيمر مقابل الساحل السعودي سيتكون هناك قاعدة في جيبوتي سيمر في كوناتسويس ربما أيضا ستكون له امتدادات مقابل الشاطئ الدول الأفريقية الشمالية إذن هذه الدول المعنية بشكل مباشر بهذا المشروع عليها أن تدرس وأن تتحضر لاتباعات هذا المشروع في اتجاهين اتجاه زيادة الاستثمارات من ناحية وزيادة التدفقات التجارية من ناحية أخرى لترى كيف يمكن أن تستفيد من هذا المشروع وأن لا تكون الدول الخاسرة بحيث تكون الصين هي الدولة الرابحة هذه نقطة مهمة أيضا فيما يتعلق بالأطراف التي قد تكون خاسرة من جراء مثل هذا المشروع هذا مشروع ضخم دكتور أبو نجم كما تعلم نحن نتحدث عن بناء تحتية هائلة طرق مرافق مواني سكك حديد مناطق صناعية على طول هذا الخط 65 بلد تقريبا تضم تقريبا 60% من سكان العالم وبالتالي مشروع ضخم جدا هل هناك أطراف قد تكون متضررة من جراء مثل هذا المشروع برأيك والسؤال الآخر كيف سيكون موقف الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب إزاء هذه المسألة بالنسبة للموقف الأمريكي ليس هناك حماسة أمريكية بالنسبة لهذا المشروع هنا نذكر أنه عندما عقدت القمة التي استضافتها بكين في شهر أيار مايو الماضي وحضرتها 68 دولة بين 29 رئيس حكومة ودولة كان التمثيل الأمريكي ضعيف للغاية الأمر الذي يظهر كم أن الولايات المتحدة تنظر بكثير من الشك إلى هذا المشروع بالنسبة للدول المتضررة بداية لنتحدث قليلا عن دول المستفيدة هذه الدول المستفيدة تنقسم إلى قسمين القسم الأول هي الدول التي يمر بهذا المشروع والأحرى علينا أن نقول هذه المشاريع لأن هناك كما تفضلت هناك طرق برية تمر دول أسيا أسيا الوسطى ثم روسيا باتجاه بولونيا وأوروبا الغربية هناك الطرق السكك الحديد التي تسلك تقريبا الدربة نفسه وهناك الطرق البحرية المسالك البحرية إذن هذه الدول تنقسم إلى قسمين القسم المستفيد مباشرة أي هي الدول التي يمر بها طريق الحرير بشكل مباشر هذه الدول ستحظى بعناية خاصة لأنها ستتحول شيئا فشيئا إلى مسلك رئيسي للتجارة العالمية وبالتالي فإن الاستقرار السياسي فيها الاستقرار الجيوسياسي النمو الاقتصادي كل ذلك هي منافع لهذه الدول هناك دول أخرى دول تستفيد اقتصاديا واستثماريا من هذه الطرق يمكن أن نذكر على سبيل المثال السعودية السعودية رحبت بشكل واضح بهذه المشاريع لأن موانئها القائمة على البحر الأحمر يمكن أن تتنشط بسبب الطريق البحري الذي يقطع البحر الأحمر ليمر بعد ذلك بكونات السويس من هو المتضرر؟ أعتقد أن المتضرر الأول اليوم إذا بقيت هذه المشاريع على ما هي هي الهند لماذا؟ لأن بين الهند والصين هناك عدوة تاريخية هناك عدوة استراتيجية الهند ترى أن إقامة هذه الطرق ستكون مثابة تطويق لها هناك التفاف عليها هناك تقوية للعدو الصيني على حساب مصالحها خصوصا أن هذه الطريق ستمر مباشرة من الصين إلى باكستان ونحن نعلم أيضا العداوة القديمة التقليدية بين باكستان والهند وبالطبع هناك دول أخرى ستكون متضررة هي التي لن تستفيد مباشرة لأن هذه الطرق ستبقى بعيدة عنها في النهاية في المحصلة لماذا هذه الطرق؟ لأن الصين تحتاج إلى أمرين الأمر الأول تحتاج إلى مواد أولية أكان ذلك في إفريقيا من حيث المعادن المختلفة التي تحتاج إليها أو كان البترول نفط الخليج وغير ذلك كما أنها تحتاج إلى أسواق ولو نظرنا إلى خريطة هذه الطرق الحرير لو وجدنا أنها نسجت بشكل يخدم المصالح الصينية بالدرجة الأولى وكل ما يخدم الصين ولا يخدم الآخرين سيجد الآخرون أنهم متضررين من هذه الطفرة الصينية وبالتالي سيحاولون إيجاد أجوبة على ما تقوم به الصين نحن نرى كيف تتمدد مثلا في أفريقيا كيف أن بضائعها تغرق السوق الأفريقية كما تغرق السوق الخليجي والسوق العربية بشكل عام وبالتالي أعتقد أنه يتعين النظر في كيفية الحد من هذه التبعات للمستقبل كما هو واضح حتى الآن شكرا جزيلا لك الدكتور ميشيل أبو نجم خبير العلاقات الدولية كان معنا من باريس